اهلا بكم اعلنت السعودية ممثلة في رئاسة امن الدولة ان دول الخليج صنفت عشر شخصيات في ميليشيات حزب الله اللبناني على قائمة الارهاب بالاضافة الى اربع كيانات كما اعلنت وزارة الخزانة الامريكية فرض عقوبات على الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وعدد من القادة البارزين بالحزب وافادت في بيان بان العقوبات تشمل ايضا نائب نصر الله نعيم قاسم ورئيس المجلس السياسي ابراهيم امين السيد ورئيس الهيئة الشرعية محمد يزبك ومعاون نصر الله للشؤون السياسية حسين الخليل قتل شخص واصيب ستة اخرون جراء اعمال عنف وقعت مساء الاربعاء في مدينة كازيرون جنوب ايران التي شهدت في الاشهر الاخيرة تظاهرات احتجاج على قرار تقسيم اداري جديد في المنطقة وقد ردد المتظاهرون شعارات منشقة واضرم النار في مركز للشرطة اتفق الدول الاتحاد الاوروبي على مقاربة موحدة للحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران حيث اتفق قادة ورؤساء حكومات على الاستمرار في دعم الاتفاق طالما استمرت ايران في احترامه وعلى بدي اعمالهم لحماية الشركات الاوروبية المتأثرة من القرار الامريكي للمزيد من الاخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة اشتركوا في القناة